خلونا الوقت نطبح على حضراتكم مرة تانية واستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا ثامن أيام رمضان من محافظة القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكتافات المرورية أعلى الكبري ده بسبب زيادة الأحمال ده وحتى رمسيس هو للمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر الطريق كمان بيشهد كتافة مرورية أيضا هنروح شارع رمسيس اللي بيشهد كتافات مرورية هتبدأ تقلل حد ما نوصل لغمرة لكن بالنسبة لكبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كتافات مرورية بالنسبة لشارع فور سعيد من نزلة كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة فيه كتافات نسبية عند الويلي والحد كبري الساحل والأمرية والكورنيش من المضلات إلى وسط البلد فيه كمان كتافات مرورية بسيطة ومتقطعة نكمنين معكم جولتنا ونروح الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية ما عاد بعض الكتافات عند النزلات بالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر بيشهد سيولة مرورية لكن المتجه للمهندسين في بعض الكتافات قبل طرعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك هنروح شارع الهرب واللي بيشهد كتافات مرورية نسبية الكتافات دي بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية فيه كمان كتافات أخرى لمتجه إلى كبر الجيزة المعدنية بتظهر كتافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بلاء ومبابا أما محور صفط ففيه كتافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة هنروح معاكم لمحافظة الأسكندرية فيه كتافات مرورية عند كبريستالي وعلى طول الكنيش فيه كتافات متفوتة عند الإشارات ده بطول الكنيش أما بقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كتافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب نفس الأمر في شارع بسلام عارف اللي بيشهد كتافات مرورية لكنها متحركة ونروح معاكم لمحافظة أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كتافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كتافات مرورية كمان أيضا في كتافات أخرى في شارع الحددين وشارع الإمام الشفاعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكتافات المرورية ومن جولتنا في شوارع ومحافظات مصر المختلفة تعالى دوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس إن هذا الطقس يكون مائل البرودة نهارا على قرار كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد في فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعضية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى أحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر كمان في أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وفي رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22 وعلى درجة حرارة هتكون في 39 وأقل درجة حرارة في مطروح 18 درجة هنتابع مع حضرتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية موسيقى